اهلا بكم مرة اخرى مشاهدينا وهذا الجزء الاول من فقرتنا الرئيسية لهذه الحلقة احوال الناس طبعا كلنا مفيش حد في مصر مش بيعاني من التوبير اللي بتقف على استخراج الرخص البطاقة الباسبور او اي ورقة رسمية الحقيقة الحكومة بصدد ان هي تطرح خدمة مميزة الخدمة المميزة دي هتتحلنا ان احنا نستخرج الرخص والبطاقات والباسبور من البيت او يعني هي هتكون خدمة يتمتع بها الموطنين بحيث ان هي تقلل عدد الطوابير اللي وقفة على الخدمات او المصالح الحكومية وكمان بالتالي هتمنع الرشاوي والاكراميات والكلام اللي احنا بنعاني منه طول الوقت هيكلمنا بالتفاصيل في هذا الموضوع ضفنا في الستوديو اللي منورنا مهندس ايمن عسمة خبير امن المعلومات اهلا بك بش مهندس اهلا بش مهندس قبل ما نتكلم بالتفاصيل في الموضوع بش مهندس خلينا نشوف رأي الناس في هذه الخدمة ونعود مرة اخرى مشاهدينا نشوف رأي الناس ونعود والله والما تبع الخدمات معمولة عن طريق الانترنت وبيتساهل على البنياء ده وعلى الجمهور يتعامل ويستخراج اوراهم وده بيوفر الوقت ويوفر الجهد وشيء كويس يعني مش بطاق قالوا كل الروحة ستعمل على النات ويعملوا الشركات تحصل عن طريق النات لها مثلا 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 ما اروح اطفل مخلفات في المرور وقف ليوم كامل وضيع يوم او عن طريق النات طبعا بقى افضل او مثلا باجا جدد الرخصة بتاعتي اخلص كل الجرات برا واروح بعد ما اخلص كل الجرات برا اروح اتسلم الورق بتاعي للمرور وبعد كده استلم الرخصة بتاعتي تأسيل المواطنين واختصار الوقت وعشان يوفر للمواطن يشوف شغلوا اي تطور بيحصل حيلاقي استحسان للنات بقى يريح ناس كتير في ناس هترتاح وفي ناس هتتعب بسببهم في ناس ما عنداش فكرة خالص عن النت ده خالص وما بتسعملوش خالص توفر له جهد وتوفر له وقت وتوفر له البلد كمان موجود وجهد كويس او 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 المشروع ده وتطور لواكب العصر والتقدم والمفروض الكلام ده من زمان يعني احنا منشوف دول اوروبية وامريكا طبعا حاجات دي بالنسبة لها من بدري يعني عشان نقضع الروتين الروتين ده يعني اوحاش حاجة في مصر انك انت الروتين تروح تطلع بطاقة ولا تطلع اي رخصة ولا تطلع اي شيء هتاخد فترة انما على كده بس يريد تطبق في كل المحافظات مش في القاهرة بس الناس تعبت من الروتينات وتعبت من الموظفين وتعبت من الرشاوي وتعبت انا بأيد الموضوع ده ونفسنا ان بلدنا تتقدم ويبقى كل حاجة على الكمبيوتر توفيرا للجهد وللوقت وايضا للدخار المال بمعنى انه من قبل كان تكلف مبالغ باهزة في استخراج رخصة او تجديد عقدة او عمل اي شيء او عمل بطاقة او خير وزاري فهذا ده من اسهل وابسط طرق ونحن بنناشد ايضا الجميع انه يشارك في هذه الخدمة لانها بتعبر عن المسيرة الجديدة للنهوض بالشعب المصري وباعتبار مصري كانانة الله في ارضه وان تكون ارقى وفي مصاف دول العالم تقدما وازدهارا بما شئ ده كان رأي بعض المواطنين في تطبيق هذه الخدمة المميزة بجد الترحيبي بضيفي في الستوديو مهندس ايمان عسمة خبير امن المعلومات اهلا بك مرة اخرى في البداية مش مهندس قبل يعني ما نبتدي ندخل في تفاصيل الموضوع وكيفية تطبيقه هل المواطن المصري فاهم الموضوع يعني صح ولا في حاجات مفاهيم خطئة هو اللي أنا سمعته وشوفته ووضح الناس محتاجة لفعلا خدمة ديتهم عايزينها وبيسعوا ليها عارفين ان هي هتفرق بالنسبة لهم كوقت كفلوس كراحة كبعد عن الزحمة كل ده بالنسبة له دي تعتبر وفورات بنوفره عشان يعد استغلالها مرة تاني صحيح يعني الوقت اللي هو كان بيقضيه علشان يروح يطلع الرخص او يدفع اللي هي المخالفات بتاعته ده بيقضيه يوم كامل اليوم ده ده يوم عام الراحة من عليه او يوم راحة كمفروض هو يوعد يستريع فيه هو بيستفاد باليوم ده انا وفرت له وقت وفرت له فلوس وفرت له اعصابه في الاخر اعصابه اهم حاجة لان فيه ناس يعني بتروح لحد مثلا المرور وما تقدرش من كتر الزحمة والاجراءات ان هي تخلص الورق كله او تستوفي كل الاوراق المطلوبة منها علشان استخراج او حتى تجديد رخصة في يوم واحد فتبتدي تروح يوم تاني او يوم تالت يعني بيبقى فيه مشاكل كبيرة بس الناس فهمة باش مهندس الموضوع يعني فيه ناس بتقول احنا فيه ناس مش هيعجبها الموضوع لان هم ما يعرفوش حاجة عن الانترنت وان يعني الخدمة دي هتكون صعبة بالنسبة لهم ان هم ما يعملوه ده حقيقي اقدرش هتوقع ان الجمهور كله هيقدر يستخدم اللي هي الخدمة دي ودي هتخلق فرص عمل تاني لمكاتب تقديم الخدمة دي للجمهور اللي هو مش هيقدر يستواب او يقدر يستخدم الخدمة دي بطريقة مباشرة اه كخدمات اه تقدر الشركات دي او الوحدات دي تقدمها لجمهور اه في نفس الوقت انا لما بيبدأ ابدأ اقدم خدمة ببقدمش خدمة اه بتستخدم الجمهور اللي هو ما يقدرش يستخدم الانترنت بسهولة ببتدي احاول اقدم الخدمات اللي ممكن اللي هي الشريحة من الشعب اللي هي تقدر تستخدم الانترنت وبراحة أكتر زي مثلا لما قم قدموا خدمات اللي هي التنسيق خدمات تنسيق أكتر من خدمة بتقدر الشعب بيستخدم لأن الشريحة دي شريحة الإنترنت اللي هي الناس كلها بيقدروا يتعاملوا معها بسهولة طيب أنا في البداية بعد شرح موضوع المواطنين عايزة أعرف من حضرتك إيه هي بقى بالزبط الخدمة المميزة هتطبق إزاي حضرتك شايفها إزاي هل حنقدر أن نجدد بس البطاقة والرخصة ولا نستخرجها عن طريق الإنترنت يعني معهوش لسه بطاقة لسه هيطلع بطاقة هيطلع عن طريق الإنترنت ولا تجديد فقط الخدمة هتبقى عاملة إزاي هو التجديد هو ده الأساس لكن استخراج حاجة الأول مرة دي بتستلزم المواطن نفسه أنه هو يكون موجود لأنه مش مجرد بس أنه يكتب البيانات ويبعثها ولازم بيحصل نعم يقدم أوراق يقدم أوراق ولازم يكون نعم التحقيق الشخصية نفسها أن الشخص قدامي هو ده صاحب البطاقة وفي نفس الوقت علشان الصورة يعني حسب معلوماتي أنا أعرف أن في دلوقتي مجهودات لاستخراج نوع جديد من البطاقات الشخصية هتبقى موجودة في جمهورية مصر العربية البطاقة دي هتبقى فيها سمارت شيب الهدف منها بطاقة جديدة شكل جديد للبطاقة الشخصية هي دمس البطاقة بس بإمكانيات أكتر من الموجودة حاليا هتسمح للمواطن هو يستفيد من خدمات أكتر من الخدمات المجرد مجرد مع بطاقة خدمات في التأمين الصحي خدمات في البنوك خدمات مصرفية وخدمات صحية تمام البطاقة هتبقى بتحمل بيانات خاصة بالمواطن بيقدر يتدولها ما بين اللي هي الهيئات والوحدات الحكومية بحيث مش مضطر إن أنا أقوله قاتلي بيانات كذا أو قاتلي معنوات عن كذا هي هتبقى البطاقة فيها شريحة زكية فلو دخل بيها على سيستم مثلاً هيقدر يعرف كل البيانات اللي عنده من أوراق مش مضطر إنه هو كل شيء يجيب ورق أو يصور ورق بالزبط كده ده الهدف من هو التطوير اللي هيدفه في البطاقة فطبعاً لازم البطاقة دي فيها نوع من التأمين يحافظ على سرية المعلومات وعلى طبيعة المعلومات علشان يحوزها المعلومات دي بيضيف في حاجة اسمها البصمة بيومترية أو بصمة البني أدم نفسه اللي هي زي بصمة العين بصمة الوش بصمة الإيدة عشان يحافظ إن البعنات دي يحافظ على بصصوتي خاصة بالشخص دي بالزبط كده طيب الخدمة بقى يعني لما تطبق إن شاء الله هتبقى إزاي يعني المواطن هيدخل على موقع وحده هيجيله البيت ولا هو هيروح شركة ولا هيبقى الشكل الخدمة عامل إزاي عشان فيه ناس بتقول لا ده هيجولنا البيت وفيه ناس بتقول لا ده فيه شركات هتبقى مخصصة لده والله يعني زي ما بيقولوا سكايد دا لمت ما فيش حاجة هتحد لأن حاليا فيه دلوقتي مجموعة من الشركات بتقدم الخدمة دي بالنواة أنت بتتصل بتقولي أنا عايز أخلص الأوراق الخاصة بالرخصة بتاعت بيجي الشخص بيهد الوراق ويخلص لك الرخصة دي زي وسيط بس دي مش خدمة إلكترونية لا دي شركة شركة وسيط دي آ دي شركة وسيط ودي هتظهر مرة تانية بس بتجمع البيانات بتاعت الناس وبتخلصها عن طريق اللي هي الإنترنت حكاية المؤسسة نفسها تبعت حد ياخد البطاقة والرخصة بعد تجديدها أعتقد هيتم فيها تفعيل خدمة البريد أكتر أن البريد لأن دا المتبعة حاليا في البلاد اللي هي مطبقة الحكومة الإلكترونية أن بعد ما تتجدد الرخصة الهيئة البريد اللي هي في الدولة دي بتبعت الرخصة بتبعتها بتبعتها لوحدة آه إنما يعني عادي إن حد يجي أو يبقى فيه شركة طيب حضرتك اتكلمت عن موضوع سرية البيانات وسرية المعلومات موضوع بقى أن يكون فيه شركات هل يعني احنا طبعا عارفين كل ما بتزيد تكنولوجيا كل ما بتزيد أفكار إيجابية وأفكار سلبية من شأنها طبعا القرصنة على خصوصية البعض فيه هيكون فيه مشاكل حضرتك شايف إن دي حماية يعني فيه حماية من القرصنة أو الدخول على بيانات المواطنين خصوصا لو فيه شركة من بر يعني شركة ما لهاش علاقة بالحكومة تعاونت مع الحكومة إن هي تدخل فيه مواطنين هتقولك لا طب وان إيه اللي يضمان لأن الشركة دي تدخل على بياناتي بالشكل ده أو تدخل على خصوصياتي بالشكل ده هو ده صح ما فيش أي حكومة أو أي مواطن هقدر يضحي بمعلوماته ويسيبها كده متاح لأي حد خصوصا يفادم شركات الغير حكومية أنا ما تكلمش عن الشركات الحكومية أنا دلوقتي عشان أقدم الخدمة ديت أعتقد أن الحكومة هتبتيت حط مجموعة من القواعد الحكمة للشركات اللي هي تقدم الخدمات للمواطن ديت بحيث أن هيتم مراجعة أمنية على الشركات ديت والأشخاص اللي فيها إن ما يكونش ليهم أي خلفيات جنائية وإن الشركة ديت فعلا ماشية حسب الإجراءات المتابعة بالإضافة أن أنا مش هسيب البيانات بتاعة المواطن كده عرضة لأي حد يقدر يتعاون معها ويتدولها بالضبط لازم تبقى فيه مستويات حماية محطوطة وده أنا أنا وثق فيه أن هو ده بالفعل موجود وبيتم تطبيقه طيب إذا تم ده وعلشان نكون بس يعني أخذنا جميع إذا تم ده وفعلا كان فيه مستويات الحماية لو حضرتك بتقول عليها ويعني عدم يعني الأمان وأن الشركة دي شركة محترمة والموظفين كلها محترمين في حاجة اسمها هاكرز بيدخلوا على البيانات وبيدخلوا على المواقع وبيقدروا أن هم يعني يخترقوا هذه الحسابات كيف سيتم حماية البيانات لأن ده مش حسب فيسبوك ده يعني مستقبل مواطن فلازم أن نحن نحافظ عليها لقد ما نقتل إزاي هيتم حماية هذه الشركات من الهاكرز هو أن أنا مش هحمي الشركة الشركة مش هتفرق بالنسبة لي هم اللي يحموا نفسهم ده رأي شخصي لأن البيانات موجودة عند الحقيقة الحكومية مش موجودة عند الشركة الشركة مجرد زي قناة اتصال ما بين المواطن وما بين البيانات اللي متشالة عند الحكومة الدولة أكيد هتأخذ كل الإجراءات أن هي تقدر تحمي البيانات بتاعت المواطن ديت والإجراءات دي يعني مش مش حاجة جديدة دي معروفة الإجراءات اللي هتتبع ساعتها في الوقت دوت الهكر هم في نوعين من الهكرز فيه هكرز إحنا متسميهم اللي هم الأطفال اللي هو طقل وده بيبقى الهدف منه بس أنه يقول بص أنا عملت إيه والهكر الثاني دوت ده بيبقى له هدف وبيبقى هدف غالباً بيكون هدف مالي أو هدف سياسي وده ما يبقى شفار ده بيبقى مجموعة الاتنين بالنسبة لي بيمثلهم اللي هي المجموعة المجرمة اللي هي بتحاول أنها توصل للبيانات الأولاني بيحاول أنه هو يثبت نفسه علشان يقبله سوء والتاني بيحاول أنه هو يوصل لأهدافه اللي هي السياسية والمالية اللي هو بيسعى لها الثاني ده يعتبر أخطر واحد وده اللي هو اللي بتتحط أصاده الإجراءات ومستويات الحماية عشان أمنعه أنه يوصل بسهولة مش هقدر أمنعه نهائي لكن قال الفرصة بتاعته إلى أبعد الحدود أنه ما يقدرش يعني فرضنا لأسوأ الظروف أنه ده حصل حضرتك شايف أن إيه هي العقوبة اللي لازم تطبق على النوعية دي من الناس خصوصا النوع الثاني من الهاكرز اللي هو بيكون ليه هدف سياسي أو هدف مالي أو ابتزاز على يعني فيه ناس بيعملوا بيبتزوا البعض على الإنترنت وده أورادي بدأ يتعمل من دلوقتي فما بالك لو حصل أن حد مثلا دخل على على بيانات شخص عنده حسابات معينة في بنوك عنده بيشتغل في منع حساسة كيف يتم عقاب هؤلاء المجرمين عشان نعمل لازم يكون في أصاده عقاب شديد حقيقة خلينا واضحين خصوصية بيانات الفرد ما فيش تشريعات كافية تحميها تمام فلازم يتعد النظر في التشريعات الموجودة حاليا بحيث أن هي تضمن حماية الخصوصية لبيانات الفرد التشريعات أنا فاكر أنا ما راجعت عليها أنا ملقيتش غير أربع تشريعات موجودين أعتقد ثلاثة خاصين بالبيانات اللي هي السيادية ووحدة خاصة ببيانات القوات المسلحة لكن كبيانات الأفراد كفرد ما فيش تشريع يحمي الخصوصية بتاعة بيانات الفرد طيب فكذا فيه هناك يعني فيه قصور إحنا الخدمة رائعة وإحنا كلنا نتمنى أنها تطبق في أسرع وقت ولكن قصور فيه التشريعات هيوتيح الفرصة للبعض أنها تبتدي أنها تتصرف تصرفات غير لائقة وغير محترمة هو التهديد اللي ممكن يحصل على فرد بياخد له مجرى تاني كنحية جنائية لكن أفترض أن فيه حد خد بياناتي الصحية ونشرها على الإنترنت ما فيش حاجة تخليني قاضي الشخص الدول باش مهندس اللي مطبقة النظام ده بقالها فترة العقوبات اللي فيها على الهاكرز عملها ازاي حطين تشريعات خاصة بخصوصية المعلومات زاي اي يعني خلينا نستفيد من تجربة عملية يعني مثلا فيه في إنجلتار في حاجة اسمها Data Privacy Act تمام Data Privacy Act Data Privacy Act يجب بتلتزم بيه اللي هو الكود زي ما بيقولوا او اللي هو الميساق العمل بال Data Privacy Act دوت او هي حماية اللي هي خصوصية المعلومات ولازم تنشر ان هي بالفعل متوافقة مع النقاط اللي جاية في Data Privacy Act تمام اه احنا مش بكتر احنا تبقى فيه حاجة جديدة نعملها فيه دول فعلا سابقتنا في الجزئية ديت احنا محتاجين ان احنا يقبى عندنا ماء وزيها علشان نقدر نقدم الخدمة ديت هي المنظومة هتقبى كويسة وكل حاجة لكن لازم يكون فيه مجموعة من المنظومات بتساعتها زي هي الناحية الجنائية اه والتشرعية من ناحية تانية تمام اه الناحية القضائية اه وفيه اه فيه حاجة تانية لازم كانت تفعل اه لغاية دلوقتي ما فعلتش من سنة 2004 على مستوى الدولة اللي هي التوقيع الالكتروني التوقيع الالكتروني اللي هو بيضمن اه مصداقية المعلومة جنائيا في المحاكم ده لسه ما فعلش بتفعيل الكامل بتاعه رغم من القانون بتاعه اصدر من 2004 اه وما تمش تفعيله بالكامل بالكامل ده نتيجة تكسر بقى من مين مش هقول تكاسل لكن هقول اولويات بس احنا لو بدأنا نطبق الموضوع ده لازم زي وان كنت بقول حضرتك يعني من شوية ان احنا نستفيد من تجربة دول الاخرى ده بالاضافة اللي احنا لازم بقى نعطي اهتمام للموضوع ده لان احنا كده يعني دخلين ده مش مش مجرد يعني زي ما قلنا مش مجرد حسابات شخصية او بروفيلات على الانترنت دي بيانات ناس وممكن تضيع يعني حياة حد وممكن يحصل تهديد وكده فلازم ان احنا نتعاون التعاون ده فندم يبقى من مين يعني مين الجهات المسؤولة ان هي عايزين كده يعملوا مثلا مجلس عشان ينقشوا الموضوع ده وكيفية حماية المواطن وزيها ينظم وزيها يقنن مين الجهات المسؤولة هو بالفعل تم تنفيذ الخطوة ده والاجراء ده يعني نزل اللي هي اللاحة الشرعية ونزل القانون ناقص التفعيل يعني فيه شركات مواطني حسي بقى بخدمة فيه تشريع فيه شركات بالفعل بقت موجودة وبقت هي بتقدم اللي هي التوقيع الإلكتروني تمام لكن الشركات ده لغاية دلوقتي ما قدمتش الخدمات بتاعتها على مستوى الجمهورية تمام وفي نفس الوقت الخدمة موجودة لكن التشريع الجنائي اللي هو بيحمل معلومات دي قضائيا وجنائيا مش مكتمل مش مكتمل طيب يبقى احنا كده عندنا حاجة موجودة وحاجة احنا عايزين العناصر كلها تكون موجودة ومكتملة علشان اقدر ان انا افعل الخدمة دي وبالتالي المواطنين تستفيد منها على قدر الامكان احنا محتاجين ايه بالضبط عايزين نعمل مثلا كده جدول احنا محتاجين كذا وكذا وكذا ودي دلوقتي المفروض ان هي بعد صدور هذا القرار ان هي على رأس الاولابية طبعا لمنع المشاكل اللي احنا بنشوفها والطوابير والشكل المهين لطبور المصلحة الحكومية فايه عايزين نعمل لستة كده ازاي دولة زي الامارات تمام انا حضرت كان في 2008 اعتقد كان في مؤتمر التعمل اه وتعرض فيه اه نجاح التجربة اه اللي هي الحكومة الالكترونية وانا لقيت هناك اه القائمين على الجزئية الخاصة بالتشريعات اه اه افراد مصريين فلما اتكلمت معهم وسألتهم انتوا وعملتوا في التشريعات ايه فقالوا بكل انا اسف قالوا احنا جبنا التشريعات اللي هي الموودة حاليا الجنائية وشوفنا الجرائم المماثلة على الناحية الجانب التاني اللي هو الالكتروني وقلنا ما يطبق في الناحية دي هيطبق في الناحية دي تمام واحنا ما روحناش اوروبا ولا روحنا امريكا دي دولة عربية الشقيقة الامارات وبتطبق هذا النظام وطبقته بنجاح وفي حماية وفي ايضا عقوبات لمن يخترق حسابات او خصوصيات الناس والعملين يا باش مهندس مصريين يعني احنا عندنا كفاءات وعندنا الناس اللي سيقدر تطبق ده على اعلى مستوى وعندنا يعني انا بشوف كل يوم حتى من خلال بجد شخصيات ويعني كوادر مصرية رائعة تقدر انها تطبق ده احنا عايزين ندي لهم فرصة ما فيش تعاون ما بين الشخص المدني اللي عنده هذه الافكار وهذه الامكانيات والحكومة عايز اعمل حلقة وصل ما بينه لانا مش ممكن بعد كده كل ده الناس دي تروح بره تطبق ده وتيجي هنا ما تعالش تطبقه يبقى كده في حاجة يعني ليه ما هي الناس دول ما بين دول مصريين ازاي يخلق حلقة الواس ازاي اعلن عنهم ازاي ادعمهم هي هي الموضوع متشابك اه ما احنا عايزين مثل يعني لوضحوا للناس انا بزعل جدا يعني طبعا المصريين بيشرفونا في اي دولة في الدنيا ودي حاجة رائعة جدا هم العمل هناك بالضبط واتعمل في دول كتيرة جدا غير حتى الحاجات الالكترونية يعني فيه نمازج مصرية كتيرة جدا في دول العالم كله مشرفانا بس انا عايز استفيد منهم برضو يعني بلدهم برضو اولا هي تستفيد من هذه الخبرات ووجود حاليا فيه افراد موجودين في الدولة اوليدي عندهم عندهم خبرات كويسة ويقدروا يقدموا الخدامة ديت هي النقطة لازم زي ما بيقولوا كده فيه مبادرة تقوم لازم يتقال فيها احنا نعمل مبادرة اللي هو مثلا الخدمات الالكترونية ويبتدوا يجمعوا فريق العمل اللي هو مختص فيه فريق عمل قانوني وفيه فريق عمل فني وفيه فريق عمل امني الفريق العمل فني لان لو حصلت اي حاجة جنائية مين اللي هيقدر يقول ان فعلا الجريمة دي نفذها الشخص ده او ما نفذها الشخص دوت انا عارف ان في وزارة الداخلية فيه وحدة خاصة بالجرام الالكترونية بس دي لازم تفعل لخدمة اللي هي الخدمات الحكومية وتبقى ليها دور فعال والافراد انا عارف بيجي لهم دورات تدريبية وبياخدوا تدريب عالي بس انا عايز انشأ مش وحدة وحدة كزا وحدة علشان دي مش هتقبى بس الخدمة دي تبتدني دي فيه خدمات كتيرة فيه خدمات كتيرة ومن شركات كتيرة طب احنا بدأنا نوصل لحل المبادرة وفرق تلت فرق عامل قانوني وفني وامني يعني احنا بدأنا نوصل لحل دي خدمة نفسها دي خدمة نفسها دي حاجة تانية نتكلم عنها طبعا يعني هي فعلا زي ما حضرتك اشرت الموضوع فعلا متشابك بس احنا ان شاء الله يعني هنحاول نحنا نتكلم ونقول حلول مقترحة على قد ما نقدر انا هستكمل حواري ما حضرتك مش مهندس ايمن ولكن اسمحني اخرج لفاصل سريع مشاهدين هنستكمل هذا الحوار بعد الفاصل تبقى معنا